في صيح مسلم يزيد ابن صهيب أبو عثمان الكوفي كما ذكر ترجمته الذهبي في سير أعلام النبلة الملقَّب بالفقير وليس الفقر هنا ضد الغنى لا وإنما كان يشكو فقار ظهره لمرضٍ به قال كما في صيح مسلم قال خرجتُ مع جماعة إلى الحج وقد شُغِفتُ بمذهب الخوارج فيقول قبل أن نذهب إلى مكة ذهبنا إلى المدينة وإذا بجابر ابن عبد الله رضي الله عنه يذكر حديث الشفاعة حيث يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا له أولم تقرأ القرآن لأنهم يرون أن صاحب الكبير مخلَّت في نار جهنم فقلنا له ألم تقرأ القرآن إنك من تُدخِل النار فقد أخزيته كلما أرادوا أن يخرجوا منها أُعيدوا فيها فقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أولم تقرأوا في القرآن المقام المحمود الذي يُعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك هو المقام المحمود ثم ذكر حديث الشفاعة قال فخرجنا فقال بعضنا لبعض أيكذب هذا الشيخ استفام هنا للجحد والنفي أيكذب هذا الشيخ يعني بذلك جابر أيكذب هذا الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرجعنا فلم يبق إلا واحد منا على هذا المدى وانظروا رعاكم الله إلى أنه لا يدفع الشبه بعد فضل من الله عز وجل إلا العلماء ولذلك لما سمع هؤلاء قول جابر رجعوا فمن الله عليهم بالهداية وقد يبقى بعضهم وهذا قد يقع في هذا الزمن قد يبقى بعض هؤلاء وهذه سنة الله عز وجل ومع ذلك هداهم الله عز وجل ولذلك ماذا قالوا أو يكذب هذا الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقول في هذا المقام أو يكذب علماء قد بلغوا سنة السبعين والثمانين قد شابت لحاهم وشعورهم في طلب العلم وفي العبادة أفيكذب هؤلاء على شرع الله عز وجل لما يحذروا من مذهب الخوارج ومن أهل الأهواء